النادي الاهلي بقيادة كابتن طاري محروس بيستعد لعودة اللاعبين من معسكر المنتخب منتخب مصر معسكر دلوقتي في المركز اللومبي بالمعادي مع مجموعة من النادي الاهلي كان مفهود المنتخب مسافر اسبانيا ولكن السفرية ما تمتش عشان اللجنة الطبية في اللجنة اللومبية اوسط بعدم سفر الفريق حفاظا على سلامة اللاعبين في ظل انتشار جائحة كورونا فكابتن طاري محروس لعب مطش ودي مع الظهور وفاز بنتيجة 38-32 المطش ده كان مهم جدا انه يجهز اللعيبة بيقاش الموضوع التمرين وبس لا محتاج يكسر روتين التمرين بمباراة والمباراة الحقيقة زي ما انتم شايفين نتيجة 38-32 جرب فيها كل اللعيبة والحقيقة احنا اول مباراة لنا بعد عودة اللعيبة الدولية من المعسكر المنتخب تبقى 19 مارس مع نادي الطيران على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي الصالة اللي تلعب عليها بطولة العالم الحقيقة توقفات كتير وده بيبقى عبء كبير جدا على الاجهزة الفنية خاصة ان يبقى فيه جزء كبير من لعبتك مع المنتخب وفيه جزء بيبقى مع الفرقة والجزء اللي مع الفرقة انت مهما عملت المطشات ما بتبقى ازاي المطشات الرسمية فممكن تيجي بعد ملتعبة الجمع وتيجي تلعب بتبقى محتاج مطشين تلاتة تانين عشان الفرقة تخش فيه طبعا فورمة المطشات الموضوع ده موجهد جدا الموضوع صعب جدا على كابتل طريق محروس الحقيقة ربنا يعينه لانه الحقيقة المطشات هتخش على الجد على طول 19 مارس واحنا الغد لوقتي طبعا منتظرين قرار الاتحاد المصري بخصوص استئناف الموسم اللي فات وحتى الان احنا منتظرين نشوف هيحصل ايه بعد التجارات اللي حصلت وطبعا ايقاف المهندس هشام مصر وتولي طبعا مؤمن صفا او الكابتل مؤمن صفا رئاس الاتحاد محتاجين نشوف القرار هلا هيتم فيه مراجعة ولا هيتم برضو الاسرار على القرار السابق باللعب بالقائمة القديمة واللي مفهوش ابدا ابدا تكافؤ فرص